تقاطعت معلومات وردت في تقريرين منفصلين لشبكة CNN الأمريكية وصحيفة Wall Street Journal بأن مجموعة المرتزقة فاغنر العاملة في سوريا تخطط لإرسال نظام دفاع جوي روسي يمتلكه نظام أسد إلى جماعة حزب الله اللبنانية وقالت CNN أن فاغنر كلفت بتسليم نظام الصواريخ أرض جو SA-22 الذي يستخدم لاعتراض الطائرات بعد موافقة أسد دون أن يتضح فيما إذا كان قد تم تسليم نظام الصواريخ أو مدى قربه من التسليم من جهتها فقد سارعت روسيا لنفي مسؤولية فاغنر محاولة التنصل من دعمها لها باعتبار فاغنر ميليشيات إرهابية عابرة للحدود تمتهن سياسة القتل والارتزاق وزعزعة الأمن والاستقرار وضرب السلم الدولي ولسيما في سوريا فضلا عن محاولة استثمار النفوذ الميليشيوي الإيراني فروسيا ترى أنها ستبقى بعيدة عن أي مواجهة مباشرة باعتبار أن من سيدفع الثمن أخيرا هي الميليشيات الموالية لإيران وميليشياء السد فقط تتمثل دوافع روسيا برغبتها بخلط الأوراق بالمنطقة وإضعاف المحور المعادلها بأوكرانيا وتشتيت انتباهه في مناطق أخرى كسوريا التي تعتبر البقعة الأسخنة والمفضلة لاحتكاك الروسي مع الأمريكيين إضافة لبحثها عن تحسين دفاعات حزب الله في حال فتح حزب الله معركة ضد إسرائيل ويبدو أن حالة التوتر البارد بين روسيا وإسرائيل قد لعبت دورها ولسيما بعد اتهام روسيا إسرائيل بإرسال أسلحة إلى الأوكرانيين توتر رافق الموقف الروسي من الاعتداءات الإسرائيلية على غزة إذ دعت روسيا لوقف فوري لإطلاق النار قبل أن تستقبل وفدا من مسؤولي حماس في موسكو أواخر شهر الفائت ما دفع إسرائيل وكرد فعل لإيقاف الخط الساخن مع روسيا بشأن العمليات في سوريا في تحول رئيسيا في سياساتها في موازات ذلك فإن الأنظار تتجه إلى الثمن الذي يمكن أن يكلف نظام أسد لسيما أن رسالة إسرائيل له في إسقاطه كانت واضحة منذ بداية عمليتها على قطاع غزة فأسد هو من سهل وصول المنظومة لميليشيا الحزب وعبر حدوده الجنوبية تنطلق استهدافات نارية متقطعة نحو الجولان المحتل لكن السؤال الأبرز هل سيستطيع أسد النجاة من تداعيات الخطوة التي قام بها باعتبار أن له سوابق في تقديم تنزلات لإنقاذ نفسه عند كل حدث يهدد نظامه أم ستكون تلك الخطوة هي القشة التي تقسم ظهره؟